اعلن رئيس هيئة التشجيع والافتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة عن عرض جداول الناخبين في اللجان الاشرافية الاربع خلال الفترة من الخميسة المقبل الموافق السابع والعشرين من سبتمبر ولغاية الاربعاء الموافق للثالثين من اكتوبر وبين المستشار نواف حمزة ان عرض جداول الناخبين سيكون بشكل الالكتروني لاول مرة عوضا عن عرضها بشكل ورقي مشيرا الى استحداث خدمات الالكترونية تتيح للمواطنين امكانية التقدم بطلبات تصحيح على جدول الناخبين عبر الموقع الالكتروني للانتخابات ودع المدير التنفيذي المواطنين للتأكد من وجود اسمائهم في جداول الناخبين ومراجعة بياناتهم الواردة فيها خلال فترة سبعة ايام المحددة كما دع الناخبين الى التأكد من تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة الهوية الذكية ترجمة نانسي قنقر